الحمد لله رب العالمين أبتدئها من أولها إلى الآية الثاء الخامسة عشرة سورة مريم فيها ذكر قصص عدد من أنبياء الله عليهم السلام وبيان فضل الله على الأنبياء بالنبوة وبالمميزات التي آتاهم الله جل وعلا إياها تداها بقصة زكريا ويحيى ثم قصة مريم وعيسى ثم قصة إبراهيم فموسى فإسماعيل فإدريس ثم عقبها رب العزة والجلال بإبطال دعوى الولد لله جل وعلا فقال جل وعلا في أوائلها كافها يا عين صاد وهذه حروف مقطعة أراد الله جل وعلا بها وبيانوا أن هذا الكتاب الذي عجز العرب أن يأتوا بمثله هو من جنس كلامهم ومكون من حروف تماثل الحروف التي يتكلمون بها وقال تعالى وليكون ذلك من أسباب فتح الأذهان عند سماع هذه الآيات لتفهم ما يكون فيها من المعاني وغالب الأحرف المقطعة أن يكون بعدها إشارة إلى الكتاب ولذا قال ذكر رحمة ربك أي أن هذا الكتاب قد ذكر رحمة رب العزة والجلال بزكريا عليه السلام فالله جل وعلا الرحيم ورحمته وسعت كل شيء لكنه خص بعض عباده بأنواع من الرحمة تزيد عما يأخذه غيرهم من العباد ونسب الرحمة إلى الرب لأنه المنعم المتفضل والرب من ربى خلقه بأنواع النعم وأشار إلى صفة العبودية لزكريا وهي من أعظم الصفات التي يتحلى بها ابن آدم قيامه بعبودية الله جل وعلا لأنه بذلك حقق الهدف الذي من أجله خلق كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وزكريا اسم من الأسماء الأعجمية تسمى به نبي من أنبياء الله من بني إسرائيل عليه السلام وهو الذي كفل مريم عليها السلام ثم قال تعالى إذ نادى أي أذكر تلك الرحمة المضاعفة في إجابة دعوة زكريا حينما دعا بأن يهبه الله الولد قال إذ نادى ربه أي توجه إلى الله بدعائه رافعا صوته نداءا خفيا أي خفيا على الآخرين فكان في مكان مستور بعيد عن الناس وحينئذ قال في دعواته ربي إني وهن العظم مني وفي ذلك التوسل إلى الله جل وعلا بإسم الرب الذي يتضمن تفضله على العباد بإنعامه عليهم بأنواع النعم التي يربيهم بها فقال إني وهن العظم مني أي توسل إلى الله جل وعلا ببيان ضعف حاله فقال وهن أي ضعف العظم مني والعظام هي التي يقوم عليها البدن وهي أشد ما في البدن فإذا كانت العظام وهي أشد ما في البدن قد ضعفت فغيرها من أجزاء البدن من باب أولى قال واشتعل الراس شيبا أي انقلب لون شعر الراس من السواد إلى البياض ووصفه بالاشتعال لأنه إذا كان على لون البياض أصبح يشبه شكل النار وبالتالي وصفه بالاشتعال ونسب الاشتعال إلى الراس لأنه منبت الشعر قال وَلَمَا كُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيَّا أي أنني لم أشقى لكوني قد التجأت إليك وعبدتك وكنت معك فإن من كان مع الله لم يشقى ثم إن العبد بدعائه لربه وتضرعه بين يديه يكون من أهل السعادة في الدنيا والآخرة ثم توسل إلى الله جل وعلا بأمر آخر ألا وهو أنه خشي أن يضيع بنو إسرائيل بعده لأن بنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كلما مات فيهم نبي خلفه نبي آخر وبالتالي خشي وكان زكريا يقوم على أمر الدعوة إلى الله وأمور دينه فخشي إذا مات زكريا أن يتولى الأمر قرابته ومواليه وبالتالي يضيع من أمر الله ما يضيع ولذا قال وإني خفت أي خشيت في مستقبل الأيام الموالي من ورائي أي من كان مواليا لي بعد وفاتي فأخشى على دين الله أن لا يقوموا به وأن لا يبلغوه إلى الناس كما توسل إلى الله جل وعلا بذكر حاله فقال وكانت امراتي عاقرا أي أنها لا تنجب في شبابها فكيف في وقت كبر سنها فهب لي من لدنك وليا أي أعطني من عندك وليا أي ولدا صالحا يتولاني ويتولى طريقتي ويسير على ما أنا عليه في الدعوة إليك وقال من لدنك لأنه يريد شيئا خالصا من الله جل وعلا لا تتحرك فيه لا أسباب وذلك لكونه قد كبر السنة ولكون امراته عاقرا ثم ذكر شيئا من فائدة وجود الولد فقال يريثني أي يكون بعدي في الدعوة إليك ويكون نبيا من بعدي ويرث من آل يعقوب أي يكون عنده إرشاد الناس ورثه عن من سبقه من الأنبياء عليهم السلام واجعله رب رضيا أي ودع الله جل وعلا أن يكون راضيا عن الله وأن يكون الله راضيا عنه وقد أرضى خلقه عنه فجاء النداء قيل بأنه من الملائكة كما فيه آل عمران فنادته الملائكة وقيل بأنه نداء من الله جل وعلا يا زكريا إنا نبشرك أي نوصل إليك الخبر السار بوجود ولد سيأتيك غلام ذكر اسمه يحيا فقد أخبر وطلب منه أن يسميه بهذا الاسم ثم قالوا لم نجعل له من قبل السميا أي أن هذا الاسم لا يشاركه فيه أحد من من قبله فهو اسم جديد على الناس وقيل بأن قوله لم نجعل له من قبل السميا أي بأن يحيا عنده الصفات لا يماثله غيره فيها ومن ذلك أن يحيا قد جاء لأب كبير السن والأم من عاقر وبكونه حصيدا حصورا ونحو ذلك فحينئذ قال زكريا ربي يخاطب ربه الذي أنعم عليه بصنوف النعم أن يكون لي غلام أي استغرب هذه البشارة التي جاءته فإن قيل كيف يدعو بالولد ثم يستغرب البشارة قيل بأن بينهما سنين كثيرة وأعواما عديدة ولذلك استغرب من هذه البشارة وذلك أنه ازداد كبر سنه وازداد كبر سن امراته ولذا كان هذا من أسباب استغرابه فقال ربي أي كيف يكون لي غلام ولد ذكر وكانت امراتي عاقرا أي أنها لا تنجب في وقت شبابها وسلامتها فكيف تنجب وقد كبر سنها ثم كيف يكون لي غلام وقد بلغت أي وصلت في السن من الكبر عتيا أي وصلت إلى سن كبير جدا فكيف أبشر بوجود الغلام فقال الله جل وعلا قال كذلك قال ربك أي أن هذا قدر الله جل وعلا وهو أمر كوني من رب العزة والجلال ولذلك هو علي هي أي هو أمر يسير بالنسبة لله جل وعلا فهو سبحانه لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير ولذا ذكره بخلقه قبل ذلك فقال وقد خلقتك من قبل أي أوجدتك من العدم وكونت بدنك بما فيه من الأعضاء وأمرت بالروح أن تنفخ في ذلك البدن ولم تك شيئا قبل ولادتك وحينئذ انطلب زكريا عليه السلام علامة تدله وتدل بني إسرائيل على أنه ولد له وأنه يولد له فقال زكريا رب اجعل لي آية أي أعطني علامة أعرف بها صدق هذه البشارة وأعرف بها ويعرف بني إسرائيل بها صدق نسبة هذا الولد إلي ولا استغراب في أن يطلب النبي من الله جل وعلا ما يزيد علمه ويرفع يقينه كما قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى فقال الله جل وعلا آيتك أي العلامة التي تعرف كبصدق هذه البشارة وتعرف بني بني إسرائيل بأن هذا الولد لك ألا تكلم الناس أي أن تعجز عن مكالمة الناس وحديثهم في مستقبل أيامك ثلاث ليال سويا أي ثلاث ليال بنهارهن ليلا ونهارا فإذا أردت أن تتكلم مع الناس لم تستطع بدوني أن يكون هناك آفة ولا مرض وإنما هو من الله جل وعلا وفي نفس الوقت إذا أراد تسبيحا أو ذكرا لله عز وجل مكن من ذلك فينطق لسانه بالتسبيح والذكر ولكنه لا يستطيع أن يتكلم مع الناس فخرج أي كان زكريا حينما جاءت البشارة في المحراب الذي قد خصص للصلاة فكان قومه ينتظرون خروجه فخرج على قومه أي ترك محرابه وذهب إلى قومه في محلهم الذي يجتمعون فيه فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أي بالإشارة أشار إلى قومه أن سبحوا بكرة وعشيا لم يستطع أن يتحدث معهم وإنما تكلم وإنما أشار إليهم إشارة أن سبحوا أي نزهوا الله جل وعلا عما لا يليق به بكرة أي في أول النهار وعشيا أي في آخره ثم لما كبر يحيا جاه الوحي وأصبح نبيا في حياة والده زكريا فقال الله تعالى يا يحيا خذ الكتاب بقوة خاطب الله يحيا بأن يأخذ الكتاب قيل بأنه كتاب التوراة وقيل بأنه كتاب خاص بيحيا عليه السلام والأخذ للكتاب بالقوة يكون بقراءته وحفظه وفهمه ومعرفة معانيه وأحكامه وبالعمل به وبالدعوة إليه وبالدعوة إليه فيدعو إلى الله بقوة قال الله تعالى وآتيناه الحكم الصبيا أي أن الله جل وعلا تفضل عليه بأن جعل النبوة تصل إليه وهو لا يزال في زمن الصبا لم يبلغ سنا كبيرا بعد وحنانا من لدنا أي أن الله جل وعلا قد تفضل عليه بالأخلاق الفاضلة ومن ثم كان رقيقا رفيقا حبيبا حسن الخلق مع الخلق وآته الله جل وعلا زكاة أي طهارة يتطهر بها من كل دنس ومن كل عيب في الأفعال والأقوال وكان تقيا أي كان من أهل التقوى الذين يخشون الله فلا يقدمون على معاصيه بل يقدمون على أنواع الطاعات ومن الصفات التي كان يتصف بها عليه السلام أنه بر بوالديه بمعنى أنه يقوم بالإحسان إلى والديه على كبر سنهما ثم ولم يكن جبارا أي لم يكن متكبرا على الناس مترفعا عنهم بل كان متواضعا ولم يكن عصيا يعصي أوامر الله أو أوامر من تلزمه إجابة أمره ولذا سلم الله عليه وقال وسلام عليه أي أنه يسلم من كل سوء ومن كل شر وأنه يسلم من نار جهنم وعذابها وسلام عليه يوم ولد لأن يوم الولادة تأتي الشياطين فتتسلط على الناس ولذا سلم يحيى منه وهكذا سلام عليه يوم يموت لأن الشيطان يأتي لإنسان في سياق الموت فيحاول أن يكسبه في طاعته ليكون من أهل نار جهنم وهكذا سلام عليه يوم يبعث حيا لأن من أوقات الحاجة للسلامة يوم البعث الذي يكون فيه طائفة من الناس في نار جهنم أعذن الله وإياكم منها فهذه آيات عظيمة فيها فوائد وحكم وأحكام كثيرة فمن فوائد ذلك اختصاص بعض عباد الله بأنواع من رحمة الله جل وعلا ومن فوائد هذه الآيات أن من رحمة الله بالعبد أن يجيب دعاه وفي هذه الآيات تذكير العبد بفضل الله وإنعامه عليه بتذكيره بإسم الرب المود الدال على أنه المسدي للنعم والمرب للخلق وفي هذه الآيات فضل مقام العبودية إذ به يحقق الإنسان الغاية التي من أجلها خلق وفي هذه الآيات فضيلة زكريا عليه السلام وفي وفي هذه الآيات استحباب أن يدعو الإنسان ربه دعاء خفيا فيخفي دعواته عن الناس فدعاء الإنسان في المحل الذي يخفى به عن الآخرين أفضل من المحل الذي يكون به ظاهرا شاهرا عند الناس وفي هذه الآيات التوسل إلى الله جل وعلا في الدعاء بذكر إنعامه جل وعلا وبذكر ضعف العبد وحاجته لإجابة الدعوات وفي هذه الآيات أن العظم قوام البدن وأنه متى ضعف العظم ضعف بقية البدن وفي هذه الآيات دلالة على أن الشيب يستدل به على كبر الإنسان وعلى ضعفه وفي هذه الآيات فضيلة دعاء الله عز وجل وأنه من أسباب الخير ومن أسباب ارتفاع الظلم والشقاء عنه وفي هذه الآيات شفقة زكريا عليه السلام على بني إسرائيل حيث خشي على بني إسرائيل من أن يكون بعده من لا يرشدهم إلى ما فيه صلاحهم وسعادتهم وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا قد يقدر من المقادير ما يكون خارجا عمالوا في الناس وعادتهم كما رزق الله جل وعلا زكريا بيحيى عليهما السلام في وقت كبر زكريا وحال كون زوجه عاقرا وفي وفي هذه الآيات أن العبد عندما يدعو بالأمر الدنيوي ينبغي به أن يقصد المعنى الأخروي ولذا لما دعا زكريا بالولد لم يريد الولد لمجرد كونه ولدا وإنما أراد بذلك أن تستمر الدعوة وأن يحفظ دين الله جل وعلا وفي هذه الآيات أن العبد متى دع الله عز وجل بوجود الولد ينبغي به أن يدعو بصلاحه ولذا قال واجعله رب رضيا فإن الولد مع عدم الصلاح نقمة وليست نعمة وفي هذه الآيات أنه يحسن بالإنسان أن يبشر الآخرين بما لديهم من العلم وما لديهم من الفضل وفي هذه الآيات أيضا جواز التسمية بإسم يحيا وأنه لا حرج في هذا الاسم وإن كان من الحياة ويشعر ببقاء المسمى أبدا لأن يحيا فعل المضارع ماخوذ من الحياة مما يدل على الاستمرار وفي وفي هذه الآيات أن العبد قد يسأل عن حكمة ما يأمر الله به أو يقدره ليكون ذلك من أسباب قناعته التامة ويقينه الكامل وفي هذه الآيات التذكر بقدرة الله جل وعلا وأنه لا يعجزه من أحوال الناس كما خلق أولهم يخلق آخرهم والسدل بهذه الآيات على أن المعدوم لا يسمى شيئا وهذه من المسائل التي وقع الخلاف فيها بين الكلام فطائفة قال المعدوم ليس بشيء وستدل بمثل هذه الآيات ولم تك شيئا وقوله هل أتى على الإنسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا بينما رأى آخرون أن المعدوم شيء وستدل عليه بقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فهو قبل أن يكون كان معدوم ومع ذلك سماه شيئا وقد قال أهل السنة بأن المعدوم شيء في التصورات ولكنه ليس بشيء في الخارج ولعل هذا هو الذي تجتمع عليه النصوص وفي هذه الآيات تحوط الإنسان بما قد ينسب إليه أو ما قد يعير به بحيث يوجد مخرجا يخرج به من أن يظن به الظن السيء كما دعا زكريا بأن يكون له آية وقد كان ترك الكلام في الزمان الأول عبادة يتعبدون بها لله جل وعلا ثم بعد ذلك نسخت هذه العبادة ولم يعد فيها ولم يعد فيها عبودية لله جل وعلا وفي هذه الآيات التذكير بقدرة رب العزة والجلال وأنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى وفي هذه الآيات أن العبد ينبغي به أن يوصي الناس لإكثار من التسبيح وذكر الله جل وعلا وفي هذه الآيات اختصاص وقت البكرة والعشي أول النهار وآخره بتأكيد فضيلة الذكر ومن ذلك التسبيح وفي هذه الآيات أن الدعوة لا تتوقف على الكلام فقد يكون المرء داعيا ولو كان أخر سابكم لا يستطيع أن يتكلم بأن يدعو بواسطة الإشارة وفي هذه الآيات فضل يحيى عليه السلام وأن الله جل وعلا قد آتاه النبوة على صغر سنه وفي ذلك دلالة على أن الأربعين ليست هي سن النبوة بل الأنبياء يتفاوتون في ذلك وفي هذه الآيات أنه ينبغي بالإنسان أن يأخذ بأحكام الشرع بعزم وتأكيد ليكون ممن أخذها بقوة وفي هذه الآيات ترغيب الإنسان في الأخلاق الفاضلة من لين الجانب وحسن التعامل وطيب القول ليكون قد استفاد الحنان بهذه الأخلاق وفي هذه الآيات أنه ينبغي بالإنسان أن يكون طاهرا نقيا فيطهر من أمراض القلوب ويطهر من إرادة غير الله جل وعلا وفي هذه الآيات فضيلة التقوى والترغيب في الاتصاف بها وفي هذه الآيات فضل بر الوالدين وعظم الأجل المترتب عليه وأن بر الوالدين من أسباب اصطفاء الله للعبد ورفعه لمكانته وفي هذه الآيات التحذير من أن يكون الإنسان جبارا مترفعا متكبرا على عباد الله وفي هذه الآيات الترغيب في أن يكون العبد مطيعا لله جل وعلا ولمن أوجب الله عز وجل عليه طاعته وفي هذه الآيات التسليم على يحيا بأن يسلم من الآفات والشرور وأن يسلم من عدوه الشيطان الرجيم وفي هذه الآيات أن أعظم الأوقات حاجة للسلامة هي ثلاثة أوقات حين ولادة الإنسان عندما يأتي الشيطان فينغزه في جنبه وفي سياق الموت حينما يأتي ملك الموت لأنه قد يزل بكلمة فلا يتمكن من تداركها بعد ذلك وفي هذه الآيات أيضا التذكير بحاجة الإنسان إلى معونة الله جل وعلا فهو يحتاج أن يسلمه الله من أعدائه الشيطان الرجيم وأولياه وأن يسلمه من كل من يريد به شرا ومن الأقدار التي قد تؤثر عليه فهذه فوائد وحكم وأحكام تأخذ من هذه الآيات بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين كما نسأله جل وعلا صلاحا للأحوال واستقامة فيها ورفعة درجة في جنان الخلد كما سأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان لما يحب ويرضى وأن يجعل أعمالهم على البر والتقوى بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وأسعدكم الله في دنياكم وأخراكم وجعل العاقبة إلى خير هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محمد في جنان